بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم بشهادة سيد المقاومة السيد حسن نصر الله قدست روحه الزكية وعظم الله جور صاحب الزمان سلام الله عليه بهذا المصاب الجلل والخسارة الكبرى نسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وننادي خلفه في يوم عشور يا لثاراتي نصر الله أحد الأخوات بعثت إلينا بالرسالة وتقول بأني أرى دائما في الأحلام بأن هناك إمرأة قبيحة المنظر تقوم بخنقي ثم بعد ذلك تذهب إلى أمي وتقوم بخنقها ثم بعد ذلك تذهب إلى أختي وتقوم بخنقها وهذا الحلم أو هذه الرؤية تتكرر عليه وطبعا كان التفسير بأن هناك تابعة من الجن كما أورد مولانا الصادق عليه السلام على وجود التوابع من الجن سواء كان تابع أو تابعة وقلنا لها الظاهر بأنك تذهبين إلى الشخص وهذا الشخص متفق مع الجن وخصوصا مع التابعة فكلما أنت ذهبت إليه وأعطاك علاجا للتابعة فماذا تفعل هذه التابعة تذهب إلى أمك فأنت تقولين بحمد الله عز وجل شفيت على يدي فلان لكي ماذا بعد فترة تأخذين أمك لهذا الرجل على كل الأحوال لا أستطيع أن أتحدث أكثر من ذلك على كل الأحوال فتذهب أمها بعد ذلك إلى هذا الرجل ويعطيها علاجا للتابعة فيحول التابعة إلى أختها وتمرض أختها وتتأذى وتتعطى أمورها فالأم والبنت على اعتبار بأنه قام بعلاجهما فيأخذون الأخوت ويذهبون إليه مرة ثالثة وبهذه الصورة هو يقوم بنقل التابعة من إمرأة إلى أخرى ويعني جعل منها باب رزق شيطاني أعاذنا الله وإياكم فعلى كل الأحوال قلنا لها بكل بساطة بأن الإنسان كما يقول المولى علي بن أبي طالب عليه السلام إن الذي يأخذ علما أو دعاء أو عوذة من غيرنا ولم ترد عنا إنما هو من عمل الشيطان وشرك بالله عز وجل الإمام علي عليه السلام يقول أي دعاء لم يصدر منا أي عوذة أو حرزة أو تحصين لم يصدر منا أي كلام لم يصدر منا وأنت تأخذه فهذا من الشيطان وكذلك إنما هو يجعلك تمرض ويستمر بك التعطيل في أمور حياتك وهذا نوع من أنواع الشرك تأخذ منا أو تأخذ عنا تكن منا تأخذ من غيرنا فلن ترى الخير وعلى كل الأحوال فقلنا لها حسب الاستخارة بأن عليك أن تصلي صلاة الاستغاثة بالإمام المهدي المنتظر عليه السلام لإيقاف هذا الأمر لإيقاف هذه التابعة تماما ثانيا كما قال مولانا الصادق عليه السلام من كتب سورة الحجرات وعلقها عليه ذهبت التابعة بلا عودة فتكتب سورة الحجرات بورقة بيضاء غير مخططة بقلم رصاص أو جاف وتعلقها على عضدها أو تجعلها في حافظة تجعلها كالقلادة فتذهب التابعة وينتهي الأمر كما قال مولانا الصادق عليه السلام هذه الفتاة عملت على ذلك وبحمد الله عز وجل ما مر إلا أسبوع أو أقل وأرسلت إلينا برسالة وقالت رأيت في عالم الرؤية وكان هذه المرأة القبيحة جاءت إلي أيضا قامت بخنقي ثم ذهبت إلى أمي وقامت بخنقها وعندما أرادت أن تذهب إلى أختي ظهر صاحب الزمان سلام الله عليه فجأة وفورا أشار بيده نحوها وإذا بها تختفي تختفي تماما كلمح البصر وانتهى الأمر جلست من النوم في راحة كبيرة جدا ومرت علينا أيام لا نشكو لا من مراض لا من نعاس لا من كسال لا من تعطيل في الأمور الحوائج بدأت تنقضي راحة في البيت استقرار في البيت ولذلك دائما وأبدا علينا الرجوع إلى الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي كما يقول النبي صلى الله عليه وآله الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والرجوع إلى أهل البيت وكل ما يؤخذ من غيرهما ليس من القرآن الوارد بلسان أهل البيت أو ليس من أدعية أهل البيت أو ليس من أحرازهم أو ليس من معوذاتهم وليس من أدعيتهم فالإمام عليه عليه السلام يقول هذا شرك وهذا يعتبر من أعمال الشيطان ولذلك دائما عليك عندما تذهب إلى فلان وعلان أو فلان عليك أن تعرف أن هذا الدعاء هل ورد عن إمام معصوم هل هذه التعويذة وارد عن إمام معصوم هل هذا الحرز وارد عن إمام معصوم هل هذه الطريقة وارد عن أهل البيت عليه السلام إذا اكتشفت بأنها لا فعلا بأنها من أبواب الشيطان وسوف لن تستقر حياتك أبدا وسوف تتعطل جميع أمورك على كل الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا لاتباع العترة والقرآن الكريم أرقام قناتنا رقمان لا ثالث لهما 077-666-73 078-671-7-82-55 وهذان الرقمان فقط لخدمة الرسائل الصوتية والكتابية وليس للاتصال يعني كما أذكر أحد الأخوات أحد الأخوات كذلك كانت لديها تابعة وتابعة قوية من الجن وذهبت مع الأسف يعني لأمور وأحراز وتحصينات لم ترد عن أهل البيت عليه السلام والنتيجة بأن كل من كان يتقدم إليها لا يتم الزواج أبدا لا يتم حتى تعبت من ذلك وعندما يعني أعطيناها ما قاله مولانا الصادق عليه السلام من مسألة كتاب سورة الحجرات وتعليقها عليها وكذلك قراءة سورة ياسين فكما قال النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا يقرأها سورة ياسين إلا وتزواج مع دفع الصدق اليومية لأنها تغير القضاء والقدر كما يقول الإمام الصادق عليه السلام ولو أبرم إبراما أي إذا كان من القضاء والقدر بأن فلانا لا تتزواج بالصدقة يتغير القدر طبعا تعرفون جيدا كما ورد عن مولانا الصادق عليه السلام إثنان يغيران القدر ما هما الدعاء والصدقة تريد أن تغير من قدرك تريد أن تغير من مصيرك عليك بالدعاء وعليك بالصدقة اليومية لسلام صاحب الزمان تتغير دائما أحوالك للأحسن في كل مجالات حياتك والنتيجة بحمد الله إنها تزوجت على كل الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى دائما الرجوع لأهل البيت عليهم السلام وأن لا نكون بعد ذلك مع الأسف من المشركين أو من الذين يعني يصحبون الشيطان دون ولاية الرحمن برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام